أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن القيم النبيلة التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكلت ولا تزال تعبيرا عن تطور الحضارة البشرية وسعيها للارتقاء بالسلوك الإنساني من أجل عالم يسوده السلام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر شدد على أن التحديات الراهنة التي يواجهها العالم وفي مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة تمثل انتهاكا صارخا لفلسفة وجوهر حقوق الإنسان لأنها تمس بشكل مباشر حق الناس في الحياة بطمأنينة وأمان وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم ويقام هذا العام تحت شعار لنقف جميعا من أجل حقوق الإنسان أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تشاطر العالم جهوده في مجال حماية وإصيانة حقوق الإنسان وتحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية إدراكا منها بأهمية صون الكرامة الإنسانية وتحقيق التعايش بين البشر في كل مكان وأشار سموه إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام يكتسب أهمية خاصة لأنه يتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة دولية هامة عبرت عن إرادة الضمير الإنساني في عالم تسوده أسس الحرية والعدل والسلام ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تفتخر بأنها تمتلك سجلا متميزا في حقوق الإنسان يقوم على مرتكزات دستورية وقانونية تعلي من قيمة هذه الحقوق وترسخها داخل المجتمع في إطار يعزز من الوحدة الوطنية ويحفظ للوطن أمنه واستقراره وتماسك نسيجه الاجتماعي وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين عضو فاعل في كل تجمع أممي يسعى إلى نشر وترسيخ التعاون بين الحضارات والثقافات ولا تتوانى عن القيام بأي دور إقليمي أو دولي من شأنه أن يسهم في توفير مقومات الحياة الآمنة التي تعزز من قدرة الشعوب على تحقيق التنمية المستدامة وأكد سموه أن البحرين في احترامها لحقوق الإنسان ترتكز على مرجعية قوية تستمدها من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يشدد على أهمية التواصل بين بني البشر من أجل عمران الأرض وتطورها وقال سموه إننا نفتخر بأننا مجتمع يتسم بالغنى في مكونه الثقافي والفكري والديني استطاع عبر العصور أن يقدم للعالم نموذجا في التعايش والتآخي القائم على الولاء للوطن والرغبة في تطوره وازدهاره وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تكريس العدالة والمساواة ونشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان وغرس قيم التسامح ونبذ ومحاربة الإرهاب والعنف تشكل الطريق الأسلم على تحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلام في العالم